نروح دي الأهلي والقطن الكاميروني زي ما قلت لكم مواجهة مهمة جدا للنادي الأهلي يوم الجمعة القادمة لابد أن يحسنها النادي الأهلي ولابد أن يسجل فيها الفوز والسلاس نقاط بإذن الله بإذن الله يعني طيب القطن بقى بيفكر في هذه المواجهة زي القطن اللي بيظهر بصورة ضعيفة جدا في هذه البطولة القطن اسمي كبير في القرى الأفريقية ولكن في هذه البطولة ضعيف جدا هتكلم كتير مع المدرب المساعد للقطن الكاميروني أرنست أكبور عشان يقول لنا القطن بيفكر فيه بالنسبة لنا احنا بنفكر في الفوز القطن بقى بيفكر فيه مشاعر طيب معايا على الهاتف الآن أرنست أكبور المدرب المساعد لنادي القطن الكاميروني يا فندم مشرف ومنور شكرا لك بالتأكيد البداية سؤالي عن المواجهة الكبيرة اللي هتجمع القطن الكاميروني مع النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية سرادتكم ليها ايه وتوقعاتك لهذه المواجهة كيف ستكون هذه المواجهة بين القطن والنادي الأهلي هيكون مباراة جدية جدا نحن نسعى لتحسن لعبنا أمام النادي الأهلي نحن لعبنا بشكل جيد أمام في السودان ونحن نريد لعب مباراة جيدة النادي الأهلي يدخل هذه المواجهة ولا بديل عن الفوس في هذه المواجهة والقطن في المقابل لديها أيضا تمحات الخلوج بشكل جيد من هذه المجموعة من دوافعها تكون أكبر في هذه المواجهة من وجهة نظرك أعتقد أن دوافعنا كنادي القطن الكاميروني سوف تكون أكبر نلعب من أجل سماعاتنا في الدولة نحن نلعب لتحسين صورة نادي قطن الكاميروني سوف نسعى كل ما بوسعنا نحن سوف يكون لقاءا حقيا وجدا أمام النادي الأهلي أعدك بذلك من الحاجات الأيضا مهمة جدا لحبث الحراك عنها وهي القطن الكاميروني لماذا ظهر بهذه الصورة المخيبة للأمال نحن نتحدث عن اسم كبير في القرى الأفريقية لماذا ظهر بهذا الشكل خلال دور المجموعات في دورة أبطال أفريقيا نعم من أجل السبب من وراء ذلك أن لدينا لاعبين صغار السن لا يكون على قدر العالي من هذه المنافسات من الجودة العالية في منافسات دور أبطال أفريقيا نعم هي بطولة جديدة للعديد من لاعبين صغار السن الذين ما زالوا تطوروا نعم نحن نسعى من أجل التطوير في مباراة الأهلي والساندونز الانتهت بفوز ساندونز بخماسية هل ركبتوا النادي الأهلي في هذه المواجهة؟ هل تتوقعوا ظهور باهة للنادي الأهلي في مباراة القطن الكاميروني مثل مباراة ساندونز؟ أم لا تتوقعوا مباراة أفضل للنادي الأهلي أمامكم؟ نحن نقوم بتحضير كل مباراة لمباراتها ونسعى لمكاسب من أجل تطوير لاعبين فهذا اللقاء سوف يكون تكتيكيا على أعلى مستوى من حيث التمركز الخططي نحن عدينا أن نحصل على المزيد من النقاط لتحسين صورتنا هل هناك غائبون عن هذه المواجهة من جانب الكتن الكاميروني سواء للإصابة أو للإيقاف؟ لا ليس لدينا أي إصابات في لاعبين ولا إيقافات نحن سوف نكون كاملين لعدد أمام الأهلي طيب هل حضور الجماهير في هذه المواجهة سيكون حضور مجاني زي ما اسمعنا؟ ولا مش حضور مجاني؟ طبعا هذا اللقاء سوف يكون مجانيا من أجل الحصول على أكبر متابعة وتحقيق نصر أرنست جبور المدرب المساعد لنادي الكتن الكاميروني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبالتأكيد نتمنى فوز النادي الأهلي في هذه المواجهة أتمنى نادي الأهلي يركز في نفسه فقط أتمنى أنا شخصيا أن لعب النادي الأهلي مايفكروش في المباراة اللي بعدها بيوم مباراة سانداونز والهلال أنت ممكن تبص على سانداونز والهلال ولقد الله تحايا النتيجة سلبية قدام الكتن الكاميروني ركز أنك تكسب المباراتين القادمتين بغض النظر تأهلت أو لم تتأهل إلعب باسم النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي تخرج من البطولة بعشر نقاط على الأقل خرجت بعشر نقاط على الأقل طبعا دي مش حاجة يعني هتبقى مرضية لجميع النادي الأهلي بس لو مخدتش البطاقة فتاخد على الأقل السورة المعقولة ده بالنسبة للنادي الأهلي ومواجهته أمام الكتن الكاميروني